السلام عليكم طبعا هذه المحاضرة رقم 13 سنبدأ في الشابتر الثالث الذي يتحدث عن الاجائل وحكينا بالشابتر الثاني عن الاجائل وماذا يعمل وماذا يعمل في عملية توسيع البرمجيات وكيف عملية التسليم يتم في موضوع الاجائل سنفوت في تفاصيل في هذا الشابتر في الاجائل سوف نفوت في هذا الشابتر في الاجائل سوف نتحدث عن الاجائل ماذا هي الاساليب الاجائل سنناقش فيه هذه المبادئ الاساسية والاساليب المختلفة للاجائل والتي تركز على التطوير التطوير التعاوني للبرمجيات مع فرق البرمجيات والتطوير للبرمجية هنا الاجائل تطوير الاجائل تطوير الاجائل وتناول في هذا القسم الأدوات والمراسات التقنية التي تدعم تنفيذ مشاريع الاجائل مثل البرمجيات والتكامل المستمر التكامل هنا الاجائل تحكي عن إدارة مشاريع الاجائل طبعا هذا القسم يغطي كيف تتم عملية إدارة المشاريع باستخدام منهجيات الاجائل بما في ذلك التخطيط والتتبع والتكيف مع التغيرات من قبل العملاء هنا نحكي عن التوسيع على سليب الاجائل كيف تطبق مبادئ الاجائل عن إطاق واسع في المؤسسات الكبيرة والتحديات والحلول المطبطة في البرمجيات كيف الاجائل تساعد في حل هذه المشاكل طبعا الاجائل لا نحكي فيه نحكي عن الثلاثة تبكسادول في الشابطة لو كان وقت معنا ممكن نضيفه طيب هنا هذا السلايد تتحدث عن التطور السريع للبرمجيات وفيه عندي أدة نقاط تتحدث فيها أول نقطة تتحدث عن التطور السريع والتسليم طبعا هنا أصبح التطور السريع والتسليم من أهم المطالبات لأنظمة البرمجيات وتعمل الشركات في بيئة متغيرة طبعا تغيرها بسرعة بناء على المطالبات وهذا بيجعل من الصعب إنتاج مجموعة ثابتة من المطالبات البرمجية هنا تتحدث عن أن تطور البرمجيات يجب أن تكون بسرعة تلائم احتياجات الأعمال المتغيرة لأنه يجب أن يظهر لأنه يجب أن يظهر النظام العملاء لأنه يجب أن يكون مجموعة بخطة معينة ممنوع فيها التأخير لأنه لو تأخر ممكن المشروع هذا يصبح فيه مشكلة لا يسقط إفشال هنا التطوير المتمد على التخطيط حكينا عنه طبعا هو ضروري لبعض أنواع الأنظمة لكنه لا يلبي احتياجات الأعمال التي تتغير بسرعة الـ Agile Development Method اللي هي أساليب تطوير Agile طبعا ظهرت في أواخر التسعينات وهدفها كان هو Reduce Delivery Time تقليل وقت التسليم للأنظمة البرمجية العاملة بشكل جذري طبعا ملخصة هذه السلايد تطلب البيئات الأعمال المتغيرة بسرعة وتطوير وتسليم برمجياته بشكل سريع وهو بصعب من تحقيق وعبر الأسليب التقليدية المعتمدة على لذلك ظهرت وهي أسليب الـ Agile لتلبية هذه الاحتياجات من خلال تقليل وقت التسليم وجعل البرمجيات تتكير بسرعة مع التغيرات طيب هنا الشريح تتحدث عن تطوير البرمجيات بأسليب الـ Agile وفيه عندي خمس نقاط النقطة الأولى بتحكي عن تداخل التحديد وهو تحديد المطلبات وتصميمها وتنفيذها بتكون بتكون موجودة في عملية متداخلة كما رأينا في السليد الثاني انه العمليات تكون مع بعض يعني انت تخلص تغيير 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 فانت تفجأ تتحدث في الامل فمن زي الوطر فول لازم تخلص كل مرحلة فبالتالي في الـ Agile تكونوا في مرحلة واحدة من من اصدار النسخة الأولية وطبعا هذه تحدث بشكل متزامن وطبعا 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 الـ Agile تتم عملية تطوير البرمجيات أو النظام كإصدارات أو أجزاء وهو أجزاء وطبعا تشارك هذه الأجزاء مع الـ Stakeholders اللي هما أصحاب العمل أو أصحاب المصلحة في تحديد وتقييم كل إصدار طبعا هنا التسليم المتكرر للإصدارات الجديدة طبعا بتم تسليم إصدارات جديدة بشكل متكرر لتقييمها مما يسمع هذا بالتعديلات والتحسينات المستمرة على الـ Version هنا بيحكي عن الدعم الواسع للأدوات بتم استخدام الدعم واسع للأدوات مثل أدوات الإختبار التلقائية لـ Automated Testing Tools لدعم عملية التطوير طبعا أدوات تعمل اختبار تلقائي للبرمجيات التي تعملها وفيه بيكون Manual هو العادة أننا نستخدم Manual مثلا نعمل تست 1-2-3 ونشاهد هذا الزر بيعمل مثلا جمع رقمين ونبتلع نفس الناتج فيه بيكون Automated عبارة عن شفرة برمجية وتدخل فيها هذا الكود وتستسلاكية او ممكن انت تعمل Unit Test برمجي بتبرمج كما بدك وبعمل لك Automation للشفرة البرمجية هنا بيحكي عن التوثيق البسيط وهنا التركيز بيكون على الشفرة البرمجية او الاصدار البرمجي اللي انت بدك تنشغل هذا النظام ويعني محتاجش ان تعمل فممكن تعمل انت توثيق يكون بسيط ومختصر لهذا البرمجية بحيث انه ما ياخد منك وقت طويل في عملية كتابة هذا البرمجية طبعا تلخيص هذا السلايد طبعا بقولك انه تطوير البرمجيات بتعتمد على على التفاعل المتكرر والمتداخل بين تحديد البرامج وتصميمها وتنفيذها ومع مشاركة مستمرة من اصحاب العمل او اصحاب المصلحة والتسليم المتكرر للاصدارات الجديدة ويبعتمد كمان على استخدام ادوات دعم واسعة والتوثيق البسيط للتركيز على الشفرة البرمجية في النظام طبعا هذه الصورة بتوضح الفرق بين التطوير القامع على التخطيط طبعا نوعيا من انواع النماذج التطوير القائم التطوير القائم على التخطيط اول شي انت بتصير في عملية هنا هندس المطلبات بتبدأ بالعملية بتحديد المطلبات بعد ان تتعمل لتحديد المطلبات بدك تعمل هندس المطلبات هنا بتتعمل تحديد المطلبات وتتم فيها كتابة وتوثيق ومطلبات بشكل تفصيلي وبعد كده بتعملية التطوير بتتم الخلط ما بين التصميم والتنفيذ بناء على التطوير اذا تم بعد ما نخلص التطوير اذا كان فيه اي على التطوير فانت بدك تعيد مرة تانية تأخذ التطوير وتعمل التطوير وتعدل التطوير طبعا هنا في الاجيل التطوير هنا تكرار مستمر ما بين مرحلة تهندس المطلبات وهو التصميم والتنفيذ وهذا بيسمح بالاستجابة السريعة للتغييرات التغييرات المطلبات بدون الحاجة انه احنا نرجع لخطوات سابقة طيب هنا هنحكي عن التطوير 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 القائم على التخطيط طبعا النهج التطوير القائم على التخطيط طبعا النهج تبع الابروتش هذا النهج يعتمد على مراحل تطوير منفصلة بحيث يتم التخطيط المخرجات التي سيتم إنتاجها في كل مرحلة متقدمة اما بخصوص النموذج انه ليس شرط التطوير 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 ما يعمل التطوير التطوير طبعا التخطيط بالنسبة للتكرار تكون داخل الانشطة وهذا يعني انه يمكن تحسين وتعديل مخرجات داخل كل مرحلة قبل انت تذهب للمرحلة التالية والذي بالانترين طبعا درسناه بالشابط الثاني بخصوص الاجيل بالنسبة للاجيل يكون هناك تداخل ما بين المراحل والاختبار بالتوازي ويتم تحديد المخرجات من عملية التطوير من خلال عملية التفاوض مع خلال عملية التطوير وهذا يسمح للفريق بالاستجابة السريعة للمطلبات المتغيرة ويتقدم القيمة للنظام في وقت قصير طبعا هنا يتم تحديد المواصفات والتصميم والتنفيذ والاختبار بالتوازي هذا بيعني ان كل هذه الانشطة تتم بشكل متزامن بدل من انت تستنى تكتمل كل مرحلة واحدة يعني كل مرحلة على حدة عشان تحلق المرحلة التالية وهذا بيعتمد على النهج الانكريمينتال النهج التكري في تطوير عفوا الانكريمينتال الانكريمينتال تكون من أسبوع لأسبوعين يعني أكثر أسبوعين لتطوير نسخة أولية ويتم إنتاج نسخ من منتج أو من النظام هذا بيتم تجربتها وتحسينها في التكرار أو الآيتريتيف الثاني يعني بعد ما تسلمها فأنت تحتاجك تعديلات فأنت تتعدلها في المراحل الجاية طبعا الفرق الأساسي ما بين التطوير القامعة على التخطيط والتطوير المرن التطوير القامعة على التخطيط بيتمد على التخطيط المسبق لكل مرحلة وتحديد المخرجات بشكل واضح لكل مرحلة قبل ما تبدأ فيها وهذا النوع من التطوير بيكون مناسب للمشاريع اللي بتكون فيها المطالبات واضحة وثابتة لكن لو كانت عندي المطالبات مش واضحة وثابتة فأنا بروح للتطوير المرن واللي بيتميز بالتداخل والتكرار بحيث يتم التعامل مع المراحل بشكل متزامن من تحديد المخرجات بشكل تدريجي وتفاوضي مع العميل بناء على التغييرات والمحتياجات وهذا النهج بيكون مفيد لما يكون في عند المطلبات مش واضحة أو قابلة للتغيير بشكل خارجي لو بدنا نوضح الفرق ما بين اللي هو الوترفول والبلاني دريفن والأجرال دعنا نأخذ لمحة بسيطة عن ثلاثة منهجيات أو ثلاثة الأبروتش مميزاتهم معيوبهم وقلت لدينا الوترفول الوترفول قلنا عنه المميزات التي تبعته أنه هو نهج خطي متتابع يعني يتم تنفيذ كل مرحلة واحدة وتترتيب معين يعني أنت بتخلص الـ requirement specification بتخلص الـ specification بتخلص الـ design بتخلص الـ implementation بتخلص الـ implementation بتخلص الـ implementation بتخلص الـ testing بتخلص الـ maintenance أو على deployment بتخلص الـ requirement طبعاً هنا الميزة الثانية للوترفول أنه مراحل محددة بوضوح يعني بتم تحليل مطلبات وتصميمه وتنفيذه والاختبار والنشر كل منهم يجب أن يكون مكتملين قبل أن تروح المراحل التالية يعني تكون مطلبات عندك واضحة ما بحتاج هي خلص لا تتغير خلص تعمل الـ requirement هذا requirement تحضر على مليون سنة لا تتغير طبعاً هنا بيكون في ميزات التوثيق الشامل يعني أنت بتكتب documentation لكل مرحلة من المراحل ايش بيصير فيها لكن شو هي العيب اللي في الـ waterfall اللي هو عدم المرونة اللي هو مش flexible فهنا بصعوبة تتكيف مع التغييرات بعد ما انت تبدأ المشروع يعني لو في عندك تغيير معين تغيير هذا إذا كان بسيط بتقدر الدخل ولكن لو كان تغيير هذا بغير يعني كثير شغلات في النظام فهذا صعب جداً في الـ waterfall طيب هنا العيب الثاني بالـ waterfall هو تأخير في اكتشاف المشاكل طبعاً المشاكل ما بتنتشفش في أول مراحل يعني هي ممكن بعد ما تخلص كل النظام فأنت ممكن تلاقي مشاكل كثيرك بها فبتبينش في أول المشروع طبعاً هنا العيب الثالث بالـ waterfall هو أنه لا يوجد تكرار يعني لا يوجد تكرار للمراحل وهذا يجعل من الصعب أن تعمل تعديل أو تحسين المنتج إثناء عملية التطوير طيب بالنسبة لـ ما هي المبيزات التطوير اللي هو أنتك فيه التخطيط المسبق التخطيط المسبق وتشمل التخطيط التفصيلي للمراحل والمخراجات يعني كل مراحل المراحل تعمل خطة معينة بتقول والله هاي الخطة هاي لهذا الجزء في النظام وهي المخراجات تبعته طيب هنا الـ 2 هو التحكم الجيد يعني بتيح أنه تتحكم بشكل دقيق في كل مرحل المراحل التطوير الميثة الثالثة منه وهو مناسب للمشاريع الثابتة طبعا هو كتير مثالي المشاريع الذات المطلبات الواضحة والثابتة يعني انت لو انت شايف انه الـ planet driven مشابه للـ waterfall بس لكن الـ waterfall وكل المطلبات بتكون مرة واحدة هنا لا في الـ planet driven بتكون المطلبات مرة واحدة بس لكن واضحة وبتحط لها خطة معينة وبتقدر تشتغل عليها طيب لكن شوية العيب من الـ planet driven اللي هو بالتعقيد التكييف يعني صعوبه تتكيف مع التغييرات المفاجئة لأنه انت بتكون مخطط انه لو هذا الجزء من النظام سيعمل واحد اثنين ثلاثة لكن انت مش ماخد فعلات ابرا ممكن يجيك تغيير مفاجئ في الجزء اللي انت مثلا لك تعمله تطوير العيب الثاني بيكون بطيء طبعا انه الزمن المستخط في التخطيط بيؤدي الى تأخير في بدء التنفيذ العيب الثالث تكرار محدود التكرار بيحضر داخل انشطة وليس عبر المراحل يعني الانشطة هي بتمثل جزء من المرحلة يعني انت لو مثلا تحكي عن مثلا مثلا لو بتبرمج احنا ترجيل دخول تعتبر نشاط داخل المرحلة طيب هنا التطوير المارد من مميزاته انه هو النهج التكراري وتزايده يعني تطوير المنتج على مراحل قصيرة نسميها سبرينت وبتتضمن كافة الانشطة من التخطيط والتصميم والتنفيذ والاختبار الميزة الثانية اللي هو المرونة العالية يعني هنا القدرة على التكيف مع التغيرات بسرعة وكفاءة الميزة الثالثة هناك تفاعل مستمر مع العميد يعني التفاعل مستمر بيجي انه انت كل ما تخلص الصدار بتروح للعميد تقول له خود هاي الصدار تبعك شوفه وجربه وعطينا الفيت باك تبعك هنا الميزة الثالثة تحسين مستمر لانه انت بتاخد فيت باك من العميد فانت قادر انه تعمل تحسين لهذه البرمجية في المراحل القادمة لكن شو هو من عيوبه التخطيط اقل تفصيل يعني فيش فيه تخطيط زي البلاني الدورين بيكون عادة على التخطيط بيكون على المدى القصير وبيفتقر الى التفاصيل الطويلة اه يعني هي التفاصيل بتكون طويلة الامد على مستوى الوقت هنا العيب التاني هو مطلوب مشاركة مستمرة يعني انت بتطلب مشاركة مستمرة مع العميل وفيق العمل يعني لو انت قطعت خلص انت في عندك مشكلة بالسير لكن الاجائل هو انه انت لازم تكون على تواصل مستمر على مدار الساعة مع العميل في حال انه انت تطور البرمجية تبعتك طبعا هنا بالنسبة العيب التالت هو التوثيق بيكون اقل لانه هنا بركز على الكود اكثر من التوثيق الكامل للنظام طيب اه طبعا بالنسبة للاستخدامات المناسبة للمناهج الثلاثة اللي هو المنهجية الشلال او الوترفول مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة اللي تتميز من مطلبات ثابتة اما البلانت ريفن اللي هو النهج التطوير القادم على التقطيط مناسب للمشاريع الكبيرة والمعقلة اللي بتطلب تحكم دقيق وتقطيط مفصل للمطلبات اما التطوير المارن اللي هو الاجيال الديفلوبمنت هو مثالي للمشاريع الديناميكية اللي بتطلب تفاعل مستمر وتكييف سريع مع المتغيرات في المطلبات طبعا انت بتختار النهج المناسب بناء على طبيعة المشروع واحتياجاته واللي بمكن ان تتحقق افضل النتائج بكفاءة وفعالية طبعا ما بدناش يكون الوقت الفيديو كتير طويل ان شاء الله بنكمل على المحاضرة الجاية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة